تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة شهدت بطولة كأس جلالة الملك المفدة الدولية لفئة الناشئين لمسافة 120 كم منافسة قوية ومشاركة واسعة من الفرسان في قرية البحرين الدولية للقدرة ضمن بطولة كأس جلالة الملك للقدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة مراحل السباق الأربع حيث كان لمتابعة وتشجيع سموه الأثر الكبير في إعطاء الفرسان دفعة معنوية عالية وتقديم المستويات المتميزة شهد السباق حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى لشباب والرياضة وسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة حصل على المركز الأول في بطولة كأس جلالة الملك المفدى لفئة الناشئين والشباب لمسافة 120 كم الفارس أحمد صالح النعيمي من فريق الرعود والمركز الثاني الفارس سلطان عبدالعزيز الرميحي من فريق الزعيم والمركز الثالث حمد أهلال الخاطري من فريق الفرسان وبهذه المناسبة كدسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفان بطولة كأس جلالة الملك المفدى الدولية لسباقات القدرة تمثل أحد المعالم البارزة في خريطة سباقات القدرة في الموسم البحريني ويشهد دائما مواجهات ساخنة بين المنافسين ويرتفع فيه سقف التوقعات بشكل مثير لسيما وأنه يحظى برعاية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الفارس الأول في المملكة وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن ارتياحه بالمستويات المتطورة التي قدمه الفرسان المجاركون في سباق كأس جلالة الملك المفدى لفئة الناشئين والشباب لمسافة 120 كم وشيرا سموه إلى أن هذه المستويات دلالة على تطور قدرات الفرسان والفارسات وأوضح سموه أن المشاركة الواسعة من الفرسان والاستبلات في السباقات حافز كبير لمواصلة تقديم كامل الدعم من أجل مواصلة تنظيم مختلف البطولات في المملكة التي باتت عاصمة لرياضة القدرة في الوطن العربي في ظل الإقبال الواسع في المشاركة من مختلف دول العالم هذا وستكون قرية البحرين الدولية للقدرة مسرحا لاحتضان أغلى بطولات موسم القدرة بإقامة السباق الرئيسي على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمسافة 160 كم وقد تقرر تتويج الفرسان الفائزين في مسابقة 120 كم للناشئين يوم غد السبت خلال تتويج فرسان بطولة 160 كم اشتركوا في القناة